اشتركوا في القناة انقلابوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على عقابكم انقلاب كان في غزوة أحد موقت كان في غزوة حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآية الشريفة وانقلاب بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها جاءت إلى المسجد وخطبت هذه الخطبة إتماما للحجة عليهم وإيصالا للحق للأجيال القادمة ماذا تقول في هذه الخطبة من جملتها؟ والله قالت سلام الله عليها ما الذي نقموا من أبو الحسن؟ لماذا يغضبون على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ يفعلون فعل المعاقب ما الذي نقموا من أبو الحسن؟ نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله ماذا نقموا من أمير المؤمنين؟ لأن أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام كان مطيعا لله سبحانه وتعالى لا يداهن كما أن الرسول لا يداهن ودوا لو تدهنوا فيدهنون في الحروب كان يحصدهم حصدا يطحنهم طحنة جن ذول الذين قتلوا في معارك الرسول صلى الله عليه وآله في غزوة بادر في غزوة أحد في غزوة خندق الخندق في سائر الغزوات وأكثرهم أو كثير منهم قتل بسيف أمير المؤمنين هؤلاء كان لهم أقرباء كان لهم محبين هؤلاء غلبهم الشيطان فحقدوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما قالوا أنه هذا قتل لأجل أمر رسول الله لأجل أمر الله سبحانه وتعالى زيان الحالة النفسية تغلبت عليهم واستولى عليهم الشيطان وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة يعني هذا الطريق طريق واضح الرسول صلى الله عليه وآله بلغ في مواطن كثيرة بألفاظ واضحة زيان فالطريق واضح الحجة تامة قل فلله الحجة الوالغة وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم إليها يعني لو كانوا يخلوا كان يرجعهم إلى المحجة الواضحة يعني إذا انحرفوا عن الطريق يرجعهم وهذا ما كان يصرف لهم ليش كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين بلى والله سمعوها ووعوها ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها كما يقول في نهج البلاغة في الخطبة الشقشقية المعروفة لردهم إليها وحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا يعني اللين السهل لأن الشريعة سهل سمحا يسير على طبق الشريعة لا يكلم خشاشه البعير كانوا يضعون حبلا في أنفه فهذا لكي يضبطوه لكن إذا كان يحرك رأسه بقوة أو صاحب الداب يجر هذا الحبل بقوة كان يخرم أنف البعير إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم كما أيضا في الخطبة الشقشقية لا أمير المؤين يسير على طبق الشريعة هذه بصالح الجميع إذا واحد يريد يحصل له مال من حرام رئاسة من حرام لا ما يصرف لهذا الشيء ولا يكل سائره لا يتعب ولا يمل راكبه ولأوردهم منهل النمير المنهل النمير يعني الماء المعين الزاكي صافيا رويا تطفح ضفتاه يعني تمتلئ ولا يترنق جانبه يعني لا يتكدر ولا أصدرهم بطانة يعني شبعانين ريانين ونصح لهم سرا وإعلانا ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل هو ما يجمع يعني لو هو رئيس ما يجمع أموال لنفسه وبالفعل يعني حينما الناس بعد عثمان بايعوا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ عاش حياة زاهدة جدا أموال الشخصية اللي من المزارع والنخيل والعيون التي هو شقها بيده بكد يمينه في أيام إزاحته عن السلطة هذه الأموال كان يقسمها على الفقراء مزيلا أموال بيت المال ما كان يعطيها للأقرباء والأصدقاء والحاشية وكذا لا حالهم حال وقية الناس ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهل يعني بالمقدار الضروري يشرب من الماء بالمقدار الضروري وشبعة الكافل يعني هذا اللي يكفل الناس يكفل الأيتام كذا يشبعهم وبالمقدار اللي يحتاج أيضا يأكل مو أكثر من ذلك ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب ثم فاطمة الزهراء سلام الله عليها تستشهد بهذه الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون تستشهد بآية أخرى أيضا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين فإذن وأن لو استقاموا على الطريقة لأستقيناهم ماء غدق يعني هؤلاء إذا كانوا يسيرون على منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وبعد الرسول لم يخالفوا إذا لم يخالفوا وصيته في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الآن كل العالم كانت تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ولعم الأمن والأمان كل العالم لكن هؤلاء بسبب طلبهم للرئاسة حاربوا أمير المؤمنين مثلا في غزوة صفين حسب ما يقول بعض الغربيين معاوية أسدى أكبر خدمة لأوروبا وللمسيحيين لماذا؟ لأن العرب المسلمين كانوا طاقة جبارة هذه الطاقة الجبارة إذا كانت متحدة وتسير في فتح أوروبا كانت تفتح كل أوروبا وبعد أوروبا هم كل العالم لكن ببغيه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي سبب نزاع وحرب داخلية في هذه الحرب الداخلية انتهكت قواء المسلمين وكثير منهم قتلوا بدل ما يقاتلون الروم بدل ما يقاتلون الكفار تقاتلوا بين أنفسهم زيان وذا كان فقط يفكر في رئاسته فأصدى أكبر خدمة للحضارة الغربية الذي لازلنا نعاني من آثارها آثار تلك الحرب إلى يومنا هذا وإلى يوم أن يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ترجمة نانسي قنقر